فإن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل ولم يخلق له وإنما الذي هيئ له الفرج فالعادلون عنه إلى الدبر خارجون عن حكمة الله وشرعه جميعا فضلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين جزءا من اللذة أو قال من الشهوة لكن الله ألقى عليهن الحياء شهوة المرأة فوق شهوة الرجل بتسعة أجزاء أن طبيعة المرأة الفيسيولوجية والبيولوجية لا تصلح للتعدد فالمرأة هي التي تلد فلمن ينسب ولدها إذا كانت تحت أكثر من رجل والمرأة يقعدها الحيض والنفاس عن الاستنتاع الجنسي الكامل بها فهل يقعد معها أربعة من الرجال عن الاستنتاع؟